وفود وزيارات دبلوماسية وسياسية قطعت الكثير من الوغود لأعمار مطار الموصل الدولي نهاية سنة 2021 إلا أن أرض المطار لم تطأها أي تؤالية للمباشرة بالأعمار رغم توقيع عقد الأعمار بين سلطة الطيران المدنية وشركات فرنسية لتعلن حكومة نينة والمحلية تخصيص 214 مليار دينار ضمن ميزانية المحافظة لإعادة الأعمار توجيه من السيد المحافظ بأن يتم الشروع بإنجاز إعادة تأهيل المطار الموصل قريبا وبالتالي رصدنا مبلغ من الأموال مجمدة لإعمار هذا المطار التصاميم جاهزة تم المصادقة عليها وسلط الطيران المدنية حقيقة صادقة لهذه التصاميم وبالتالي نحن الآن فقط بانتظار الشركات الأصينية التي ستتقدم العمل في عملية إعمار وإنجاز المطار سلطة الطيران المدني العراقية اعتذرت عن الإدلاء بتعقيب على الموضوع إلا أن لجنة إعمار الموصل التي شكلها رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي عزت تعثر مشروع إعادة إعمار مطار الموصل القديمة إلى تأخر وصول القرد الفرنسية البالغ 300 مليون يورو والذي سبق الاتفاق عليه بين سلطة الطيران المدنية والشركات الفرنسية كاشفة عن مخالفة الأخيرة لشروط الاتفاق الموقع ما جعل سلطة الطيران تعتذر عن توقيعه عندما أوصت شركة الاستشارية توصياتها بأن شركة الاعتلاف الفرنسية لم تلبي المتطلبات والمخططات اللازمة لإنشاء مطار الموصل وبالتالي فإن سلطة الطيران لم تستطيع التوقيع العاقد من أجل المباشرة للمطار عدد من نواب نينا والجدد حملوا سلطة الطيران المدني مسؤولية تأخر أمار مطار في مخافضة يصل تعداد سكانها أربع مليون نسمة قائلين أن شروط العقد قاسية على الشركات المنفذة السبب الرئيسي والكبير في سلطة الطيران المدني التي في بعض الأحيان تعد بعض الشروط التي تكون صعبة على الشركات التي تريد أن تنفذ هذا المطار وهذه المشكلة بصراحة أخرتنا الكثير ومن غير المنطق اليوم نتحدث عن محافظة تعدادها أكثر من أربع ملايين لا يوجد فيها مطار أو لم يتم إعادة تأهيل هذا المطار واتفقت لجنة إعادة أمار الموصل مع الحكومة المحلية على تحويل القرد الفرنسي لبناء مطار جديد بعد أن زحفت الأحياء السكنية إلى موقع مطار الموصل القديم مشيرة تخصيص مساحة 36 كم مربعة لبناء المطار الجديد ليكون مركزا تجاريا مهم بوابة نينوى على العالم التي يعقد الموصليون آمالا كبيرة على افتتاحها يبدو أنها تحتاج إلى أعوام عدة لكي ترى النور لكثرة تعقيدات هذا الملف بين سلطة الطيران المدنية والشركات المنفذة حيث محمد الحراء الموصلة